ترجمة نانسي قنقر قضيتنا هي قضية كيف نحدث تغيير كيف نحدث تغيير بأي طريقة كانت مثلاً معنا إحنا كشباب مثلاً في قطرة اليمن في اليمن مثال نمشي عليه وهو نعمل بالممكن ولا حدود لقدراتنا يعني إحنا خرجنا نطالب بتغيير وكيف نحدث تغيير؟ يعني كيف نحدث تغيير؟ هل نغير النظام ونكتفي؟ لا، كيف ممكن نساهم بإحداث التغيير؟ طبعاً هذا كان هم من أحد الهموم التي كانت تدور في رؤوس كثير من الشباب في اليمن ففي أحد الأيام من هنا تبدأ حكايتي قرأت في أحد الصحف الرسمية عن بيع خردة بيع خردة في القوات المسلحة شدني الموضوع قليلاً يعني الحمد لله آلة الحرب هذي بنتخلص مني بنتخارج مني قلت أرى طبعاً أحد التربينات خاصة بالطائرات أحد مكونات هذه الخردة كما ترى هذا هو التربين الخاص بالطائرات كما تركزوا على الصورة وتتذكروا بالضبط لا أعلم أن أشرح لكم بعد قليلاً عنه طبعاً الموضوع قذبني قليلاً أخذت هذه الصحيفة أخذت سألت للعلم ودخلنا النات ودخلنا مواقع كيف نعرف هذا التربين بما يمكن أن يدخل طبعاً قال لي أفادوني كثير جداً منهم قال يدخل صناعة الغواصات قلنا لا يدخل صناعة المطار حق الغلال قلنا أصلاً ما لدينا حلال يأتي مطحون جاهز قالوا يدخل في صناعة محطات الكهرباء نحن في العالم الثالث نعاني من هذه المأساة يدخل صناعة الكهرباء ينتاج الطاقة الكهربائية حسناً حسناً سألت بحث بالموضوع أكثر وصلنا إلى أنه يشكل يعني 60% من قيمة المحطة الكهربائية هذا التربين طبعاً وصلنا إلى نراتب العليا في الدولة إلى أن وقفنا البيع الشراء الحمد لله وقفنا البيع الشراء حتى لو كنا سألناهم لماذا كنتم تبيع التربين يقول لك أن أعطيهم شامع للشعب يعني وصلنا إلى أن كدراسات أكاديمية يمكن أن تضعوا كهربائية من هذه التربينة ولكن نرى هنا فقط 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 طبقت هذه الفكرة في أحد الدول وتحديداً دولة أوكرانيا عام 1900 وكذا قالوا لا قمنا وطلبنا الدراسة الخاصة بهم التي ينفذوا بموقفها وصلنا إلى نفس النتائج التي حققناها أكاديمياً ماذا؟ عندما يعمل يمكن أن تضعوا الطاقة كهربائية مثلاً فلنفترض 300 ميجا لكن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة كهربائية هذه سيكون مكلف جداً أيضاً نحن رأينا أن قد بدأوا بها هذه الفكرة ناس من قبلنا ولكن نحن محتاجين لهذا الشيء نفتكر لهذا الشيء كيف ممكن نعدد تغيير كيف ممكن نفيد البلد ونستبهيد وصلنا إلى هذه الفكرة التي قد وصلوا لها قبلنا بكم سنة فأجينا نرى ما هو الوقود قمنا قمنا مثلاً لا أعلم المحطات البخارية المحطات البخارية نسمع عنها دائماً خرجت المحطة الكهربائية البخارية نظيف خلال فني المحطة البخارية ماذا تعمل؟ تعمل باختصار مفيد تعمل المحطة البخارية بوقود يقوم بعملة تغلية الماء لإنتاج طاقة كهربائية مثل الموجودة معنا في المخا هذه المحطة الموجودة معنا تخرج لنا 300 ميجا إفتراضاً تستهلك كذا من الوقود لماذا لا أستغني عن الوقود المستخدم في عملية التغلية والإغلاق التي ينتج منه بخار لتشغيل هذا التربين البخاري وأستفيد من الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية من تربين الطائرات من مؤخرة التربين كما رأيتم في الفيديو قبل قليل من مؤخرة التربين تنتج طاقة حرارية لا حسناً إذا استغلت هذه الطاقة الحرارية بإغلاق الماء بغرفة إغلاق كما يوضح بالرسم الواقع هذا الذي يفوق هو دخول الغاز الطبيعي للتربين الغاز هو ممكن تربين الطائرات تشغيله بالغاز بالديزل بالغاز بعدة أنواع من الوقود المستخدم فإذا استغلنا استغلنا الطاقة الحرارية الناثية من هذا التربين بعملية إحراق الماء وتبخيره وضغطه لتشغيل التربين الخاص بالطائرات عفوا التربين الخاص بالتربين البخاري مثل المحطة الموجودة في المخا بذلك استغلنا عن الوقود المستخدم للمحطة البخارية ورفعنا تعزيز القدر الكهربائية يعني لو حق المخا الكهرباء النازجة 300 ميجا و300 ميجا من التربين الخاصة بالطائرات التي عانت في اليمن 90 تربين كانت معروضة البيئة ممكن إنتاج 300 ميجا منها يعني ممكن نكتفي حاليا في الوضع الرهن كإنقاذ الوضع من هذه التربينات وبها يعني ممكن بهذه الطريقة نولد 600 ميجا مع استخدام الوقود فقط المستخدم لتربين الطائرات هذا هو شكراً جزيلاً